بارنا المحلية ستكون بقطعية صحة أنا نضمتها لأول مرة مصلحة الأنف والحنجرة تابعة للمستشفى الجماعي سعدنا عبدالنور باستيف عملية لزراعة القوقعة الاصطناعية لفائدة المعاقنة سمعيا وخاصة الأطفال حديثي الولادة أكثر تفاصيل مع فرشي تعدعم المستشفى الجامعي سعدنا عبدالنور باستيف ولأول مرة في تاريخ مصلحة الأذن والحنجرة بزراعة القوقعة الاصطناعية لفائدة المعاقنة سمعيا خاصة حديثي الولادة بعد إدخال جهاز إلكتروني في الأذن الداخلية وجزء خارجي يلتقط الصوت ويحوله إلى ذبذبات كهرومغناطسية يؤدي إلى تنبيه المخ والعصب السمعي متجاوزا لأذن الوسطى والخارجية هذه الانترونسي هي الأولى في الـ CHU وهو ستيف يوجد عام 19 سنوات يمتعون مستشفى الحمد لله اكتسبنا الخبرة هذه في CHU دعنبان هنا أجلت عمل 28 سمعي أفرمي 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 200 أفرمي فهذا النوع من الزراعة سهل على الكثير من الأمهات لواتي يدفعن فطورة فقدان فلذات أكبادهن لحاسة السمعي في صمت أثناء التربية وأعباء الإعاقة بعد الإدماج نجاح القوقعة لا يقتصر على العملية فحسبة بل يكمن في مدى تفاعل محيط الطفل معه وخاصة الأورتوفونيست التي تساعده في التمييز بين أصوات الحيوان وصوت الإنسان الطفل لازم يكون متابع من طرف أخصائيين وهنا دورة الأولياء جد جد مهم وأنت ترقب كل هذه الكفاءات الجزائرية المحاطة بالمريض والشغوفين بامتلاك هذه المهارة لا يزيدك إلا تباهيا بهذا المولود الجديد الذي حل بعاصمة الهضاب ولما لكل الجزائر الموضوع آخر يعتمد سكان منطقة القبائل على الأعشاب الطبيعية للتداوي من مختلف الأمراض الأمر الذي يبين الارتباط الكبير لسكان المنطقة بالطبيعية بالطبيعة عفوا صفي عيبا رودان وأمينة بن دحمان لطالما ارتبط سكان قرى القبائل لارتباطا كبيرا ووثيقا بالطبيعة ومثلت جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية واعتمدين عليها في كل شيء حتى أن القدامى كانوا يجمعون العشاب ومختلف الحشائش من حقولهم وأراضيهم للتداوي بها أعشاب ونباتات طبيعية مختلفة اكتشفوا فوائدها لجسم الإنسان لتصبح اليوم علاجا لمختلف آلمهم رغم فعالية الأعشاب في علاج الأمراض أحيانا إلا أن أخذ الحيط والحذر أمر ضروري لتفادي أي مضاعفات من شأنها التأثير على الصحة في سياق نديسي لا تعد عدة الفتيل من بين العدات التي ترسخت في المجتمع الجزائري هي قصة كتبها التاريخ في أوساط العائلات الحضنية فرغم التطورات السوسيولوجية إلا أن هذه الممارسة ما زالت تصايع من أجل البقاء نتابع هذا التقرير لفاروق خضراوي ونجمة بكرش رغم التطورات السوسيولوجية الحاصلة لكن عادة الفتيل ما زالت تصارع الاندثار الجدتان زوليخة وربيحة من منطقة الحضنة من اللوات التي تقومان بالتحضير للشهر الفضيلة فيجتمعان في تقوص تقليدية تحمل نكهة وطابعا خاصا جيد أهلية نفط لهم بعضنا لهم بعضنا لهم بعضنا هذه كركولة هذا مطلوع ميلي هذا كل في الليل نروا اللحو كل شي خدموا في الليل ونصحروا ونصبحوا بخير وإن شاء الله يعطينا ربي الخير اللمة لا تخلو من الوسائل التقليدية المستعملة في عملية فتيل الكسكسي بدءا من الغربال وقصعة العودة إلى المهراس النحاصي القديم الخاص بتحضير التوابل معظمهم يفتش في الدار يروح يشري مثلا الطعام المفتول ولا قبل هذه دقية قبل ما كانش هذه دقية الميزة بدأت تنقص يعني يرى كما نشوف احنا في الجايزة للتاعي كما الأم التاعي هذه وكما هذه مرة خالية وفي نفس الوقت نسيبتي ولا هكذا نشوف كيف هي فتلة ولا تحمل عادة الفتيل دلالات اجتماعية كثيرة وهذا ما استقينه من متعة تجاذب أطراف الحديث بين الجدتين في تذكيرهما لهذه التقاليد المتجذرة في عمق العائلة الحضنية شكرا لكم وللاخبار بقية مع محمد تفدد شكرا لكم